الصورة أفضل شاهد عن مضمون المكان والزمان تنقلك بتفاصيلها ولقطاتها لتعيش لحظات وذكريات مختلفة معرض طفولة اليمن منذ 1950 في دار الأوبرا بالعاصمة المصرية القاهرة أضاء ذكريات محطات الطفولة في صور تعرض لأول مرة التقطها ثلاثة علماء فرنسيين وشخصيتان يمنيتان اهتمتا بالتعليم والتراث وعبارة عن مجموعة صور من أرشيف دار البحر المتوسط في جامعة إكس مرسيليا نظم مع معهد البحوث العربي والإسلامي في فرنسا وتم التنظيم بالتعاون معهم مع المركز الثقافي اليمني هنا في القاهرة أصحاب الوثايق هم ثلاثة فرنسيين كلودي فايين وباحثين سولانجوري ومارسوغاست وكمان من شخصيات يمنية منها أحمد محمد نورمان وكمان عندنا الأستاذة فاطمة البيداني المعرض اختزل عدة حقب زمنية لمراحل الطفولة منذ الولادة في مجتمع متنوع في تراثه وطبيعته سجل مرئي لصور نادرة ولحظات شاهدة على التاريخ والإنسان في مناطق مختلفة جسدت الهوية تم عملية نقل لهذه الأوراق عن طريق الوالد الشهيد محمد أحمد نورمان حينما طلب من الرئيس جمال عبد الناصر أن يفرج عنه وأن يطلق صراحه من الإقامة الجبرية في القاهرة فوافق على خروجه خلال 72 ساعة وتم تجميع الملفات التي كانت موجودة في القاهرة وغادر بها إلى بيروت الطفولة هي إبارة عن ما تتفرج على كل هذه السؤال تكتشف أن الطفل دائماً موجودة مكان يعني اليمن هو بلد في أطفال كثير ممتل بأوروبا هو بلد هكي شوي ختيارين يعني فقلنا أنه خلينا نشوف هذول الأطفال ومرجعون بزمانهم من الخمسينات للألفين وإن عشر بس كمان من زمانهم اليومية امتزجت الصور بفقرات فنية لعازفين يمنيين لتنقل الحاضرين إلى أجواء اليمن بين الماضي والحاضر ماضي ليس ببعيد أظهر حياة الأطفال ببساطتها وبدائيتها ببسمة أمل وبراءة حلم جاءت الحرب للتسرق من أطفال اليوم أبسط أحلامهم وربيعهم دون هوادة رغم شحة الإمكانيات اللي كانت السعادة تغمرهم كانوا عايشين حياة طبيعية طفل طفل الآن في ظل الحرب هذا والأوضاع يعني تغير كل شيء أنا شايفة أنه السور بتحكي عن مختلف محافظات اليمن مستويات مختلفة عن الحالة الاجتماعية اللي كانوا عايشينها الأطفال طبعاً كانت مش بدك الاختلاف الكبير ولكن كانت نسبياً يعني متشابهة نوعاً ما لكن الآن تحديداً الوضع الحالي للأطفال هو موحد لأنه كل ما يقري على اليمنيين هو واحد ذكريات الطفولة بلحظاتها وأحداثها الفريدة تشكل مستقبل الإنسان وتراثه ذكريات لم تمت بل ما زالت تنبض من خلال هذه الصور فالأمل باستعادة الأمن والاستقرار لحياة أطفال اليمن ما زال مستمرة ترجمة نانسي قنقر